بيبدأ في الميناء في مباراة للهوكي وبتكون مباراة مهمة جدا وباللاحظ ان الجمهور بينادوا باسم اللاعب ديريك والملاقب بجنية الاسنان واللي فعلا بيدخل وبيكون قوي جدا لدرجة انه بيوقع سنة لاعب خصم وبعد كده بيخرج وبيكون فرحان بان الناس بتحبه جدا بس لما بيروح لغرفة تبديل الملابس بيلاقي مدربه وبيعرفه على نيك وبيقوله ان ده مستبل الفريق ولازم تخلي بالك منه بس ديريك بيزعل لما بيلاقي نيك بيقوله انه هو كان بيتفرج عليه وهو صغير وبيحس انه هو كبر جدا وعلشان كده لما بيخرج بيلاقي الطفل بيحب الهوكي عايز توقيعه وبيقوله انه عايز فيه من الايام يكون زيه وانه بيلعب هوكي كتير فديريك بيحبطه وبيمشي وساعتها الطفل بيزعل جدا وتاني يوم بيكون مع حبيبته كارلي وولادها راندي اللي بيكره ديريك وتاس اللي بتحبه جدا ولما بيتكلم ديريك وكارلي مع بعض بتاع سنة تاس وبتقول لها كارلي ان جنية الاسنان هتيجي لها النهاردة وتحط لها فلوس مقابل السنة اللي هتحطها تحت المخدة وبنشوف ان بالليل ديريك بيلعب مع اصحابه ولما بيلاقي ان مش معاه فلوس يراهن بيها بياخد الفلوس اللي حطتها كارلي مكان سنة بنتها وبيراهن بيها وبيفوز بس لما اصحابه بيخرجه وبنشوف ان تاس بنت كارلي بتصحى وبتقول فين فلوس جنية الاسنان فبيجوا لها كارلي وديريك اللي بيكونها يقول لها ان ما فيش حاجة اسمها جنية اسنان بس كارلي بتجيب فلوس تانية وبتديها لتاس وبتقول لها انها اكيد وقعت وهي نايمة ولما بتخرج مع ديريك بتقول له ان هو المفروض ما كانش يعمل كده بس ديريك بيقول لها ان كل دي اتفاهت والمفروض ما تقنعش بنتها بالخرافات فبتزعل كارلي وبتمشي ديريك من البيت وبنفهم انها مطلقة وديريك عايز يتجاوزها وان راندي ويتاس مش ولاده وفعلا بيروح ديريك اللي بيته بس فجأة بيلايه تحت مخدته ورأى فيها معاقبة من مجلس جنيات الاسنان وبيتصدم باجناحها بتطلع له وبوابة تتفتح فبيدخل فيها وبيلايه نفسه في عالم جنيات الاسنان وهناك اي طفل بتاع سنته بيعرفوا مكانه علشان لو محدش حط ليه فلوس يحطوا ليه هما ويفضلوا الاطفال عارفين ان فيه جنيات اسنان بس بيكون ديريك مش فهم حاجة وبيلايه شخص اسمه تيريسي بيقوله انه هو مكلف بقضيته وبيكون ميداق منه لانه جاي في قضية انه هو كان هيدمر اسطرتهم عند طفلة بس ديريك بيكون فاكر انه هو بيحلم ولكن تيريسي بيقوله انك هتعوض على اللي عمله هيفضل شوية معهم كجنيات اسنان علشان يعرف انهما حيائين مش تخريف وبنشوف انه قائدة عالم جنيات الاسنان اللي اسمها ليلي بيتيه وبتقول ديريك انها تعاكبه اسبوعين على انه يفضل جنيات اسنان لانه في العالم الحقيقي يسمي نفسه جنيات اسنان وانه ده بيشوه صورتهم ده غير الطفلة اللي كان هيوقع صورتهم قدامها فبيود تيريسي ديريك لشخص بيبيع في معداتهم وبيديه عصايا سحرية ورزاز يخليه يختفي من خلله وكمان معجون يصغره ده غير الحلوة اللي تخليه ينبح وكمان صفرة تخوف القطط وغبار للنسيان وبيحاول تيريسي انه يعلم ديريك الطيران ولكن ديريك مش بيقدر فبيفاهمه تيريسي انه لازم يقوم من الاول وبعد كده بيروح ليلي للقائدة اللي بتقوله انه لو فوت مهمة واحدة لوضع فلوس تحت مخد الطفل عيلته ما حطيتش فلوس تحتها هيضطر يشتغل اسبوع اضافي بس لو قال لحد انه جنيت اسنان فيتكون عقوبته انه يشتغل معهم للابد وبيتخليه يصحى فبيفتكر ديريك ان كل ده كان حلم وتاني يوم بيروح لكارلي وبيعتذر ليها على اللي عمله وبيروح لرندي ابنها وبيحاول يحببه فيه وفعلا بيحاول ديريك يعمل كده بس مش بيقدر وبالليل بيتيجي لي رسالها وهو مع كارلي بيتقول له ما تنساش موعدنا فمش بيفهم ده مين ولما بيقول لكارلي تغمض عينها لانه عامل لها مفاجأة بيلاقي نفسه ورجع جنيت اسنان وبيكلمه تريسي وبيقول له ما كان حط الفلوس للطفل الاول فبيعرف ديريك ان ده ما كانش حلم وبيضطر يسيب حبيبته ويمشي علشان تريسي بيعرفه ان الاجناحة دية هتفضل موجودة لحد ما يخلص المهمة وفعلا بيروح لبيت الطفل وبيضطر يسمع كلام تريسي اللي بيكرهه وبياخد معجون التصغير فبيدخل من تحت الباب وبيقدر انه يطلع لسرير الطفل ويحط ليه الفلوس بس في طريق الوروب بيليه قطة هتاكله فبيسمحها الصوت اللي بيخوف القطة وبعد كده بيروح لمباراته وبيشوف نيك الجديد وهو بيدخل للملعب وبيتكون الناس كلها بتشجعه فبيغير ديريك ولما المباراة بتبدأ بيكون فعلا نيك محترف وديريك بيحميه ولكنه بيحس بالاجناحة بتطلع منه فبيفهم ان فيه طفل تاني لازم يدي ليه فلوس وفعلا بيروح للبيت اللي بيقول له تريسي عليه بس بيكون متضايق فبيرمي مسحوء النسين على الكل وبياخد السن وبيدي الفلوس للطفل بس لما بيروح للقائده بتعرفه انه يخلى العيلة كلها تتجنن وان عقابا ليه هيستنى هنا طفل تاني ينام علشان ياخد سنته وفعلا بينتظر ديريك كتير جدا بس بعد كل ده بيعرف ان المهمة تلغت فبيصحى تاني يوم وبيلاقي حبيبته بتقول له يخلي راندي عنده لان هي او تاسر الحين حفلة للبنات وفعلا بيعرف ديريك ان راندي بيحب الجتار فبيتجول معه في محل الجتارات ولما بيلاقي طفل بيتنمر عليه بيبعده عنه فبيبدأ راندي يحبه ولما بيروحه بيعرف ديريك من راندي ان في مسابقة للعصفة في مدرسته وبيسأله شارك فيها ولا لا فبيشجعه ديريك جدا وبالليل بيروح ديريك لبيت تاني مع تريسي وبرضه بيكون سيئ جدا بس بيقدر يدي السنة للقائدة اللي بتقول له يهتم ابطارته لان عالم جنيات الاسنان مهم لانه بيدي للاطفال قدرة على التخيل والاحلام فبيقول لها ديريك ان هو عايز معدات تانية ولكنها بترفض تديها ليه فبيغرج وبشتري من شخص بس بسعر غالي جدا ولما بيجرب معداته بالليل بيلاقيها مخشوشة والناس بتشوفه فبيكلمه البوليس وهو بيتسجن وساعتها بيجي لتريسي وبيقول له ان عقابة اللي زادت العقوبة اسبوع فبيدهي جدا وبتخرجه وقرلي بكفالة وبالليل لما بيكون عنده شغلة تاني بيقرر يستعد بطريطه وفعلا بيعمل كده وبيكون محترف اكتر فاخده للسنان ولما بيرجع لرعب الهوكي بيفضل يضر نيك وهو مختفي لانه بيقول عليه كبر وتاني يوم بيفضل يضرب راندي اللي بيسأله هو عمل ايه في الهوكي فبيقول له ان هو زمان كان محترف بس لما انخلع كدفه بدأ مستوي قل وفي احد مبارياته ضرب خصم وخلع سنته علشان كده الناس لقابته بجنية الاسنان ومن ساعتها هو مشهور للحدث ديات بس وبيوعده ان هو هيرجع يتضرب لو هو فضل يتضرب على المسابقة والليل بنشوف ان هو بيدي سنة جديدة للقائدة وبيبدأ يتصاحب هو ويترسي اكتر وبيفضل يتضرب على الهوكي ويدرب راندي على العصف وبيجي يوم مباراة مهمة وبيدخل دريك الملعب وبنشوف ان بتيجي لفرصة انه يخلي نيك يجيب جون ولكنه بيحس ان هو المفروض يفيد نفسه ويجيب جون بعد كل السنين ديات بس بسبب تفكيره مش بيعمل اي حاجة والمدرب يهزقه فبيدائي جدا وتاني يوم بيرجع البيت وبيلقى حبيبته واطفالها وبيقول له راندي ان المسابقة بكرة وهو عايز يتضرب تاني بس دريك بيرفضه وبيحبطه وبيقول له ان هو كده كده مش هيكسب فبيزع لراندي وبيستسلم وساعتها كارلي بتسيب دريك وبتنفصل عنه وبالليل بنشوف ان في مباراة الهوكي بيتصاب فيها شخص من فريق دريك فبيضطر المدرب ان هو يدخله فبيدخل دريك وبيلاقي تريسي اللي بيشجعه في الماتش وفعلا بيستعيد قوته وبيقدر يسجل جون تاني بعد كل السنين ديات وساعتها بيقول له تريسي ان اخر طفلة هتاخد سنتها تكون تاسي بانتقار لي اللي هو بيحبها فبيطلع دريك اجنحته قدام الكل والاول مرة بيؤمن بنفسه وبيقدر يطير وبنشوف ان تريسي بيناس كل الحاضرين اللي حصل وبيروح لتاسي وبيحط ليه الفلوس وبيروح لراندي وبيعتذر ليه وبيشجعه تاني وبيعمل ليه جيتار رائع جدا وبيقول له يروحه للمسابقة دلوقتي بس مش بيعرف كارلي ويتاس ان هو جنية اسنان وبيطير هو وراندي للمسابقة ولكنه بينسي اللي حصل لان ديات من القواعد وبعد كده بيروح للقائدة اللي بتاع فيه من العقوبة اللي هو فيها فبيشكرها دريك وبيودع صاحبه تريسي اللي بيقول له ان هو لازم ينسى كل حاجة حصلت ليه وفعلا بيعمل كده فبيروح دريك للمسابقة وبيكون ناس ان هو كان جنية اسنان وبيعتذر لكارلي على اللي عمله ولما بيجا عرض راندي بيعزف كويس جدا وساعتها بيتقدم دريك لكارلي اللي بتوافق وبنعرف ان هما يتجوزوا